الإنسپيريشن للستودنت يعني ببناء الديجيطال بريسنس طبعهم لأنه واحد من الشغلات المهمة هلأ الديجيطال بروفايل طبع الشخص الديجيطال اللينكدين بناحية الارتفشل ممكن الكاغل بروفايل اليوتيوب شانل يعني فيه كونتنت لازم الواحد يعمل لحتى يظهر بشغلات إحية طبعا يعني جايين بهاي الأسئلة أنا في عندي مجموعة أسئلة يعني محضرتها ممكن تكون مثلا هي تجميعة من الأسئلة اللي دايما الطلاب بسألوها وبعدها رح أفتح المجال على أنه أي طالب إذا بحب يسأل أي سؤال تمام لنسأل لا إذا أنت حابب يروح الأشي بيأتي من باكتغروند قريب جدا من الإدوكيشن سيستم تبعنا وهذا الإشي بين اللي الواحد عارب التحديات كإحنا بالوطن العربي تحديات كبيرة من ناحية الإدوكيشن سيستم والقابلة موجودة بين الإدوكيشن سيستم بين الإندوستوي طالب الإدوكيشن سيستم طالب الإدوكيشن سيستم عم بيواجه مشكلة أنه لازم يكون في عنده سوفتوري إنجينيرين باكتغروند و سوفتوري إنجينيرين سكيلز فدايما بتلاقي إنه مثلا إحنا عنا هنا ما في حاليا الفرص المتاحة للستودنس إنها تروح دايكتلي بالإندوستوي على الديتا أناليسيز والديتا سيينتس والماشين ليرنين رولز يعني الديتا رولز فالطالب بروح بتوظف أو بدخل بتريني في صفر إنجينيرين فالسؤال هو و قديش الطالب مهم إنه ياخد على إنترنشب و جوب رادي أو فرست جوب سوفتور إنجينيرين إذا هو ناو يكمل بالماشين ليرنين بعد ذلك عملياً يعني لما بنيجي نبص بره بلاحظ أن الناس عايزة ماشين ليرنين بتذاكر ماشين ليرنين بيروح ياخد تضريب صيفي ماشين ليرنين وبينزل في السوق يشتغل ماشين ليرنين وبالتالي هو ما كانش محتاج فقر في النص يتعلم سوفتور إنجينيرين كل اللي بنقوله بس إن الشخص اللي يشتغل في الماشين ليرنين محتاج يفتكر إنه هو جزء من السوفتوير وبالتالي هو محتاج يكون خلال دراسته الأكاديمية عارف يعني سوفتور إنجينيرين سيما يعني أجايل يعني أوتور فول عارف يعني إيه تستنج يعني فاهم المفاهيم دي فلما هو يخش يبقى جزء من التيم سيلاحظ إنه عنده كود وعنده كود ريفيو وعند كوالي تشورس أنا شغال في إنفيديا حاليا إنفيجين إنجينير مسؤولة عن المودلز بتاعت الماشين ليرنين لكن بيحصل حوالي كل حاجة زي إنه عندنا كاستمر وعندنا كاستمر وعندنا تيم زي بناخد منها تولز وبكتب كود والكود ده زماني بيعمله عليه كود ريفيو بس أنا مكنتش محتاج إن أنا أنزل أشتغل أشتغل الصفتوير إنجينير لأن أغلب وقت هيبقى علاقة بالدزاين بتاع الصفتوير إنجينير بينما أنا كنت محتاج لأن أشتغل المودلز بتاعتي فأنا بقول إن الطالب مش محتاج ينزل يشتغل الصفتوير إنجينير لكنه محتاج يكون عارف إيه يحصل في عالم الإنجينير حواليا في قصر هم بيطرحوا نفس السؤال بس من وجهة مختلفة هو بيقول فرص الإنجينير في المشين لرنج قليلة فأنا هنزل السوق صفتوير إنجينير عشان ألاقي شغلها نشتغلها وبعد كده هحول منها ألاقي حاجة مشين لرنج أشتغلها بحيث إنه ما يخرج للسوق فاكتشف إنه مش لاقي فرص عمل أصلا فدي الزاوية عندنا لكن هل الناس بره محتاجة سوفتوير إنجينير عشان يشتغل لا أظن هو إليت الفرص حاليا خصوصا باللوكل كوميونيتي هو اللي زي ما أنت حكيت دفعت الشاب أرصبية لما يروحوا على سوفتوير إنجينير من ناحية إنترنشيبس و جوبس لحتى يلاقوا فرص بالسوق نعم سوف تحاول أكتر مور ريموت لسوق المحلي بيبقى ميت في المساحات مثلا عشان إحنا جبنا سيرة ريموت ريموت في تحدي بالنسبة لريموت إنه منلاقي مثلا بوتكام منلاقي انترنشيبس منلاقي فرص بإمكانك هذا الاتجاه بالداتا والمعارض 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 ولكن لا أعرف إذا الوضع في الوطن العربي مثل عنا بالمجملة إنه كجوبس يطلبون السينيور دا حاصل عندنا في السوق دا أمر مستجد وأمر سيء والناس بتحاول تنبه عليه إن دا وضع غير صحي لأن الشباب اللي لسه خريج دولا محتاج حد يديلوا فرص التدريب ومحتاج حد يستقبلوا كفرش لأن إحنا مش بنخرج من الجامعاتنا السينيور فهما لما بيقولوا لا إحنا عايزين سينيور بيضعوا الناس في نقزة غريبة اللي هو طب أنا أتصرف إزاي دلوقتي فده شيء مريب وفي ناس كتيرة دلوقتي بتحذر إن دا تبعاته بتكون سيئة بعد شوية مش هنلاقي سينيور في السوق فالناس لازم تكون عقلة فده موجود في السوقنا وده إخفاق في الرؤية إحنا لازم أي شركة محترمة في الدنيا نبص لنفسها إنها جزء من السوق طول الوقت محتاجة يبقى أنا طول الوقت محتاج إنه بفيه في الخبرة يبقى أنا لازم أجيب متدربين وليزم أجيب ناس فريش ويكون عندي سينيورز فهم لو ما عقلوش سواء في مصر أو في غيرهم هما للأسف بيعملوا مشكلة في السوق مقدرين إن وجود السينيورز ممكن يصرع الدنيا شوية ممكن يخلى الكواليتي أعلى بس في إحس السينيورز دولة لازم يكونوا جينيورز ففي حتة منطق كده مش عارفين ليه فجأة مختفي يعني والأسف ده موجود في مصر والشباب بتعاني منه حاليا وإحنا منعاني كمان بنفس الارتزام أنا بقول للشباب هنا نصحتين الحاجة الأولانية لما تتخرج ترجع سريعا الفريلانس وإنت بتحاول تلاقي أول فرصة عمل لك في السوق فده مدخل أو أنك أنت تحاول تعمل مشروع كبير مع نفسك أو ستين سبعين في المية من جرب تقدم فيها لأنه عمليا الشركة هتختار أفضل السيفيز وأحيانا الشركة اللي هي عايزة مش موجود يعني أنا كنت عايز سينيور عنده سنة أو سنتين مليتش غور جينيور شاطر فبقى اكسبت ما عنديش اختيارات يعني فبقول لهم ما تخلوش الناس هولي بتكتب الريكوارميس بتكتب هاي ليفل الريكوارميس وتكتر الريكوارميس والطالب بتخض فبقول لأ قدم ما حدش عمليا عايز منك كل دو ولا حاجة هو دايما بيحكولنا إذا إذا روحت طلعت على الجوب ديسكريبشن وإذا أنت بتعرف تقريبا يعني سبتين لسبعين بالمئة من مصد افتا الريكوارميس نعم أنا بقول كده برضو ويشوف والله لو حد قاله تعالى من الترفيوز خلص كل نقدر نقوله الكمبيتشن بات صعبة فالموضوع ما بقاش يتحمل ان الطالب يتخرج طالب ضعيف هو لازم يخرج بسي قوي ويعمل الجزء اللي ويبقى يريز التعرف بنا يعني أكيد طبعا دكتور أنا حابة أسمع من وشهة نظرك الطالب اللي هو مقبل على موضوع الانترنشاب ومقبل على موضوع الجوب لو في يعني لكيف انه يبني البردفوليو الخاص فيه كستيودنت جميل طيب ده هيرجعنا للطالب وحياته الأكاديمية خلينا نقول اننا الناس في موضوع البناء بتاع المعارف والمهارات ده فيه ناس بتقول لازم نبني أساسيات كويس ثم نبني على أساسيات وأنا بتبنى المدرسة دي وفيه ناس بتقول شوف على طول تراك في السوق وحاول تركز معاه قوي أنا لو أحب ذي المدرسة دي لأن أنا بشوف أنها بتعمل مشاكل للطالب في المستقبل القريب أو البعيد سواء لما بيجي الانكارين للآخر يعني مثلا لو نتخيل لحد تخرج فرونت إنت ولا يعرف أوبريدينج ولا يعرف التوركين ولا يعرف داتابيسيس وزيء من الفرونت إنت وعايز ينتقل للباك إنت يكاد يكون الخلل في المعارف النقصة دي كلها يبقى حاجز نفسي كبير وبرضه الإنسان لما بيبقى سينيور في السوق بيلاحظ إنه بتأتي علي تحديات هو مش عارف تصرف وهو مش المفروض اللي هو محتاج ناس تساعد هو المفروض هو اللي بيساعد الناس فبيكتشف هنا إن الخلل المعارف والمهار اللي عنده عمل له مشاكل فأنا بقول ابتدائم الناس محتاج ها تهتم بالإيه بالأساسيات لو هنمش في السكة دي فبيبدأ السؤال طب وما هي الأساسيات بتختلف برضو إجابات الناس أنا عندي فيديو في سلسلة حاسبات اسمه خارطة طريق مبسطة لعلوم حاسب بقول فيه يا جماعة التسع مواد دولة أنا بسميهم أساسيات بقسمهم من ممكن لنسترجع للفيديو ده وتشوف الفاتسافة اللي وراه هو فيديوهات كتيرة في نفس المصار ده دي الأساسيات اللي ممكن قول إن منها البروغرامنج والأوب وبعد شوية نتوركينج داتا بيزيس أوبريدنج سيستمز سوفتور انجينييرين نزاين باتلز وهكده أنا أحب إن الطالب في أول سنتين من عمر يدي اهتمام كبير للمواد دي ويتمكن منها بعد كده من أجازة التانية مثلا إحنا عندنا دراسة أغلبها 4 سنوات من أجازة التانية نهايتها ولا حاجة يبدأ الطالب يتعرف على التراكس اللي موجودة المختلفة كان فيه توق عملنا زمان مع جامعة كفر الشيخ اه اتكلمنا فيه على التراكس اللي مختلفة اللي موجودة في السوق فبقول إن الطالب يمسك كل تراك يدينه ساعتين ثلاثة يعرف ايه هو التراك ده يعني 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 وكده يتعرف على الوظائف دي ويبدأ يشوف مين في الوظائف دي ليه سوء ويبدأ يشوف مين في الوظائف دي أنا عندي شيء من انحياز اللي أنا اشتغل فيه فمثلا لو نفرض ان الشخص لقى ان أنا عندي انحياز للباك اند يبدأ الشخص يدور على رودماب كويسة للباك اند طبعا دا تحدي جميع ويبدأ يحاول انه يركز فيها ثلاث شهور ولا حاجة يحاول يعمل ميلستون صغير ما يمشي في النص لو زهق من الموضوع بعد ميلستون دا لو لقى نفسه حابب الطريق او مشكره انا نصيحة لي انه يكمل رحلته لو الشخص يكره الحاجة ممكن ما يكمل ممكن اكمل في حاجة وانا مش كره والشخص لازم ياخذ باله من قضية الشغف مفيش طريق الانسان بيمشي فيه والشغف بيفضل طلوقت فوق اهلا الشغف ممكن يخلينا نبتدي لكن اي طريق في الدنيا الشغف بيروح في البداية فالطالب لما بيفطل الشغف بيقول انا مش حاب بالموضوع يروح يشوف غيره يبدأ بشغف عالي والشغف يروح فبيلاقي نفسه فجأة مجرب ثلاث اربع حاجات ومش عاجبه حاجة فبنقول ان لو الشخص مش كاري يكمل الرحلة السؤال الاصعب يكاد يكون فين الروت مابس الكويس الصراحة الناس عندها رود مابس كتير هنا وهناك بس دائما بيجي لي الشكاوى ان الروت مابس مش متكاملة فيها جابس الفيديوهات وصيارة كتر من لازم بيدور ورا كتير الصراحة ما عرفش حال للازمة على شهرة المجال هو طول الوقت فيه جديد طول الوقت فيه تكنولوجيس جديدة فريمورك جديدة يعني هو الحاجة الستيبل مثلا لغة سهل الليها عليها كورسات كتيرة كويسة لانها لغة قائمة بذاتها بينما الفريمورك نارده الفريمورك ده فوق بكرة الفريمورك ده تحت وغير وفوق فده عامل الازمة اللي هو نمشي في ايه انا صراحة ما عرفش حل للموضوع ده يعني هل هناك رودمابس فيه رودمابس ماذا جودة الرودمابس ده سؤال فيه شباب اللي هم بتوع المدرسة يعني نارجوا في المستقبل لو تسمعوا انهم بيحاولوا ان هم يقدموا رودمابس متكاملة ما عرفش ده حصل ولا لسه اظنوا محاول في الطريق يعني المشيل العامة الناس لازم تتأقلب مع فكرة ان الرودمابس والكورسات اللي موجودة دايما هيكون فيها فجوات من الناحية المعرفية ومن الناحية العملية الفجوات دي بنغطيها ازاي على ارض الواقع عن طريق الشغل يعني انه نخص الشركة كويسة وفيها تيم كويس وتيم ليد كويس بيبقى اغلب وسائل الناس في معالجة النقص اللي بيحصلوه من خلال الرحلة وهنا ايه ممكن نقول المعنى ده ان لو هنرجع لما كنا بنتكلم من شوية على الاجانب وكده احنا شايفين بالفعل ان حتى الاجانب عندهم خلل في الرود مابس بتاعتهم يعني انه مثلا شخص النهاردة ماشي في فلوتر كويس وهو شايف الرود مابس اللي موجودة مش احسن حاجة في الديم دي مساحة كويسة سواء للعرب او للاجانب ان انا اقول انا فيها كافة الاحتياجات المعرفية والمهارية اللي موجودة لان انا فعلا مع الطلبة عندنا ازمة يعني سهل ان احنا نقول للطلب ده حلو بس صعب نقول كورس ده جميل دايما فيه خلل وفيه مشاكل وفيه نقص بسه المستقدات يعني احنا عندنا مساحة للكونتروبيوشن يعني تمام زيادة عن هذا الموضوع على موضوع البوتفوليو والجودماب هلأ لما لما الطالب ياخد كوسات ويحط بالسي بي هاي الكوسات هلأ فيه يعني حسب يعني انا مرات فبشوف انه بطلع على مليانة كوسات بس لما اجي تنتروبيوهم واعطي شوية كيس بتلاقي فيه جبز كتير كبيرة فما بعرف اذا الطريقة اللي لازم يعرفوا فيها الطلاب على موضوع انه مثلا لو انا بدي اتعلم شغلة الكوسات مط انف يعني مش بس انه انا اروح على رودماب واخلص الكوسات انه انا اذا انا مهتم اني اتعلم شغلة تبالد بروجيكت صح هو من ضمن الازمات دلوقتي هي ثقافة الكورس كومبليشن سرتيفيكت الناس بتخش وبتمش في الكورس وعايز ياخد اللحظة دي اللي هو بياخد فيها الشهادة في الاخر اللي بتقول انه هو عمل شوية تشاكس على الفيديوهات وشاف من منظور السوق نقدر نقول بمثال الاريحية ان الكمبليشن سرتيفيكت عديمة الفيديوهات لانها لا تعبر عن شيء انت حرفية لو دخلت على يوديمي وحبت تعلم عن كورسات المحاضرات انك خلصتها هتاخد سرتيفيكت اوف كومبليشن ده مختلف عن الشهادة الجامعية اللي هي بتبقى جريديد لانها بتعبر عن حاجة سرتيفيكت بتاعتي سرتيفيكت سرتيفيكت يعني انت سيبقى ليك امتحان ويبقى ليك كوز ولازم تنجح وده ليه معنى معنى من ناحية الطالب انه يكون فهم ان القضية مش عضية انه سمعت فيديو بغض النظر فهمته لأي درجة وبغض النظر تبقتي لأي درجة والمعنى الثاني هو اللي بنقوله ان السوق كفرت السرتيفيكت ما بقيتش مفيدة كل الناس دلوقتي لما تفتح السيفي بتاعهم بتلاقي ان احنا خلصنا لعشرين كورس دولار لكن الحقيقة ده مش مفيد اول فاحنا هايزدنى نشجع الشباب اتجاه ما تخليش هدفك دلوقتي انك انت ترصص في السيفي انك خلصت ده كله انما خلي هدفك هدف ان انا فهمت كويس وهدف ان انا بحفت على اللي اقدر اطبق عليه ده اللي هينفع الناس فالازمة اللي انت بتعشيها هي ازمة موجودة في السوق سرتيفيكتس كتيرا وناس جاية مش فهمة كويس اللي هي عملته فالحل ان الطالب يغير المنتالي بتاعته انا مش هدف ان انا اخد سرتيفيكت انا هدف ان انا افهم وهدف ان انا طبق في السيفي ممكن احط جملة ولا جملتين انا خلصت 5 كورس من المكان ده 7 كورس من المكان ده and that's all لكن الراسة السرتيفيكتس كتيرا دي اي حاجة كل الناس بتعملها بتفقد معناها بمطالة بساطة كده يعني عندي 20 كورس كلهم يقولون حنا خلصنا 5 كورس انا مش قادر اميز منكم صح دكتور فان شاء الله يعني هذا الاشي اللي ينشغل عليه هو المنتاليتي تبعته ويعرفوا هاي الاوارنس عشان هيك حبيت اطرح الموضوع عشان الستودنس اللي موجودين ينقلوا الصورة للأخر كورس من المدينة هاي هلا لو بدنا نخصص الموضوع لذكاء الاصطناعي اكتر نروح على لفل تبع الذكاء الاصطناعي قبل ما اروح على لفل المقابلات تبع العمل البورتفوليو بناء البورتفوليو للكرير تبع الذكاء الاصطناعي بيختلف عن نعم فيه هلا ثورة كبيرة بعالم الذكاء الاصطناعي والمودلز والشات جي بي تي والمالتي مودلز والقصص هاي كلياتها يعني الطالب بيكون مش عارفوا نروح مش عارف شو يعمل لانه فيه ديب ليرنينج وشات جي بي تي وبرومت انجينيرينج وقصص يعني فلو تعطينا يعني كيف نقلل التشتط هذا بتثورة التكنولوجية الموجودة لحتى نقدر نركز ببناء بورتفوليو لستودنت اللي هو المفروض يثبت حاله اذا جوب جدي طيب خلينا شارك معاك حاجة على السكرين تمام لعلها تنفع يعني في الموضوع اديني ثانية واحدة انا حاول اشارك معاكم زي تصور كده لان انا بشوف ان هو الناس مش بتقوله وهو اشبه بالمدخل ابعت سيكة من الحتة اللي انت عايز تتكلم فيها بس ارجو ان شاء الله ان هو يكون نافع للطلبة ان شاء الله اه طيب خلينا شاري الاسكرين نحيتي بسم الله الرحمن الرحيم طيب الناس شايفة الاسكرين عندي شايفين الاسكرين اه مجدد لما نيجي نتحرك في العالم بتاع المشين ليرننج طبعا فيه ترندات ضخمة جدا بس هو المعنى اللي لازم نستنتبه اليه ان فيه مساحة ااساسية مهمة قبل ما نبدأ نشوف احوارة الترندات اللي موجودة اول حالة عندنا اللي احنا بنسميه الكلاسيكال المشين ليرننج ودي مساحة من ناحية بنتعلم بيزيك موضلز زي مثلا ديرون نتورك واللينيو ريجريشن وكمان بنتعلم الكنسبس المختلفة اللي هي بتساعدنا ان احنا ازاي ندرب الموديل ونجهز الديتا ودي مساحة ملاش علاقة بالموديل زي بحد ذلك المساحة دي مساحة تأساسية يعني لما يجي شخص يقول انا عايز ادريس مشين ليرنج لازم الاول يمر على المساحة دي بعد ما الشخص يحكم المساحة دي وهي مساحة تشالجين مش مساحة وسيطة يعني بيقرر والله لو انا نفسي خش السوق بسرعة في الديتا ساينس فياكاد يكون اهم حاجة ان انا ابدأ اتعلم شوية الديتا ساينسي شوك لو الناس عايزة تخش في التراكس بتاعت السوق فنقدر نقول ان الديب لرنج هو المسيطر على المشهد فهنا نقدر نقول الناس بتحتاج بعد كده تبدأ تتعلم الديب لرنج كونسيبس بعد ما نتعلم الديب لرنج بناحتاج نتخصها شوية في مجال فمثلا المجال بتاع الكمبيوتر فيجن وده المجال اللي بيشوف في انه الصور اللي بتتجنريت والشوش والناس اللي يقول لك ده الشخص ده مش موجود فى الحقيقى وبالى ذلك فيه المجال التانى وللجوين دولة حوالين الهايب بتاعه اللي هو ال الامس ده المجال اللي يخص ال 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 ب وده المجال بتاع التكست فهنا على سبيل المثال انت بتاخد صورة او فيديو وتفهمه بينما هنا تتاخد تكست زي مثلا الترانسليشن تسك او الترجب من انجليزي العربي ده تكست ال تكست بينما هنا تتاخد صورة وتقول الصورة دي فيها كلب وفيها قطة او والله مثلا جنريت إنسان جنريت ويش جنريت حد بيوركوس وامق الى ذلك فيه جوبس في مساحة التانية اللي هي بتبقى تابيلر ديتا بس ده مش الاشهر او في السوق بس طبعا موجود وليه وليه حيزه ده الخريطة بتاعت انا بدرس ايه وبشتغل ايه بتبدأ بحاجة زي كلاسيكا المشيل لرنج بتبدأ بحاجة زي تيب لرنج ممكن تتخصص في مجال اكتر وتبدأ تشتغل فانت كشخص شايف الهايب اللي حوالينا الهايب ده هتلاقيه اما متركب على ده واما متركب على ده هم دول اكتر حاكتين بيعملوا هيبس طول الوقت يعني الجنريتف موديلز اللي موجودة كلها اما جنريتف موديلز بتولد صور وفيديوهات اما جنريتف موديلز بتاعت بس قبل ما تصدع نفسك بالهايب لازم تحكم اساسياتك لان الهايب بتاع النهاردة بكرا هيموت وبكرا هيطلع تريند جديد التريند مبني على ايه على الاساسيات مش هيقفز عليه اي اساسيلا هنا قبل ما اتحرك من المكان دوت لان الناس اذا حدا عنده سؤال بيقدر جنفع ايده طيب خليل اشارككم حاجة انا ما بشوش الناس بتتكلم فيها خالص وهو تفكيك للي الطالب محتاج ان هو يتعلمه في رحلته في المشيلرنج احنا ممكن نقول ان فيه ست مكونات او ست اسبكس للمشيلرنج خمسة منهم يخصك كمشيلرنج انجينير وواحد اللي هو اسمه ايميل اوبس ده اخد ديف اوبس ودي ناس بتخدم علينا وبتخدم على البيبلاين وعى الاوتوميشن والانتجريشن وما الى ذلك فالناس دي حوالينا احنا مش محتاجين ندرس ايميل اوبس بس محتاجين نعرف يعني نحتكي بهم الخمس مكونات التانين اربع منهم يهمون كجونيور ماشيلرنج انجينير والخامس بتاع سيستم ديزاين وده هتتعلمه اكتر لما تشتغل في سيستم السيستم الواحد بيتفكت لكذا ماشيلرنج مودل شغاليه مع بعض بصورة الناس اغلب الكورسوات الاكاديمية وغيره بتحاول تتركز في الشق ده بيبدأ يكلم الناس مثلا على الجرزمات زي مثلا يعني يعني وشوية علاقة بازاي تشغل الحاجة صح وبرضو يعني الناس مش بتدي كويسينة زي مثلا يعني ايه على سبيل المثال مثلا وما الى ذلك في شقين الناس مش بتهتم بهم او للأسف هو الشق بتاع data concepts وازاي تبني مشروع from end to end machine learning وهنا ظريف نقول للناس معلومتين يعني في السياق ده المعلومة الاولانية هو ان من عارفين القاعدة 2980 عشرة في المية من اللي تتعلمه في المشيل لرنج بتشوفه في السوق 90% من الناس بتحاول تدرسه في المشيل لرنج على سبيل المثال الاس في ام مثلا اما ان هو ما بقاش موجود في السوق او موجود داخل ال research وده معناه ان الطالب محتاج يركز هنا لما يحب ينزل السوق في الاول ودي مش دعوة لان الناس تتجاهل بقية المجال بالعكس انا بقول للطالب بتاعي لما تيجي تحطيلك مثلا للخمس سنين الجايين تحاول انك انت تتكافر كل الموضيع اللي هنا دي وتتعلمها مش اي مشكلة حتى لو مش موجودة في السوق هتضيف كتير لعقيتك وفيه هنا معنى موازي للكلام ده وهو ان بما ان المشيل لرنج مجال مليان باثماتيكس فالماث بس بتاعي 10% هو التوب بريورتي بتاعنا والماث الضخم الباقي كله احنا مش محتاجينه في البداية لما نيجي ندرس موضوع ممكن ندرسه فدي اول رسالة تنتبهوا اليه ان مش كل المودلز اللي بتعلمها محتاجها في السوق وانك انت محتاج الماث اللي مرتبط بدا ده ستلقى لطف ماث يعني بس لك انت تخيل ان 90% من اللي انت ممكن تتعلمه مش ناشط في السوق زي ما انت متخيل المعنى التاني والناس برضو محتاج لك تستحضره زمان لما كانت الديتة ستة صغيرة كان الماشين الانجينير اغلى بحياته بتدور في فلك المودلينج وزي الاكستراكت فيتشير زي ما لذلك لما جيت دي بلرنينج والناس بدأت تفكر ان لا الديتك كتير هي كي فاصبح المودلينج هو الجزء الصغير يعني 10 ال 20% من وقتك في السوق كانجينير هو اللي بيدور في فلك المودل بينما 90% او 60% من حياتك في السوق هي اللي بتدور في فلك الديتة وده اللي مش مترجم في السوق للأسف في الكورسات ان الناس تبروفايد انوف ديتا كونسبس وديتا اجزامبلز علشان الناس تقدر تشوف داوه الشقة الاخير وهو اشبه بالشقة بتاع الخبرة هو ازاي تنقل المودل بتاعك يبقى انتو انت يعني انت مش محتاج الاطف كونسبس هنا بس محتاج شوية بيزيكس بحيث انك انت تعرف يعني ايه تضع البزرة وتنمو بمرور الوقت لو فهمتوا اللي انا قلتوا دا تعرف ان بدر قوي على رحلتك التعليمية في حالم المشيل لورنينج انك انت تنشغل بيئة ترينز يعني انت دلوقتي هتديكم مثال بسيط الالم دي صحيح اللي هي な ايه اللخ الل المشد اللهم ا bladder and regenerative models. الخلاص. الاتنين دولة اغلبهم بيعتبت او خذيهم في LMs. LMs بتعتمد على designs تخص transformers وتخص decoders بتاعته. ال transformers تحتمد على حاجة اسمها deep learning. deep learning بيعتمد على حاجة اسمها neural network. neural network بتعتمد على حاجة اسمها linear regression. فقبل ما تشغل بالك بالترند بتعليمين دولا انت تقريبا معاك السايكل دي كلها من اول هنا لحد هنا بتيبني في اساسيات قبل ما تقول يلا يا ترند فالشاهد يعني الترندات لك في مرحلة التأسيس مش مهمة في حاجة انا معايا كده كده رحلة طويلة لحد ماوصل وعرف يعني ترانسفورمرز وده كله زي ما انتم شايفين سلسلة من الايه من المواضيع المختلفة ده المشهد وفيه يعني فيه ريسورس فري حلوة ظريفة الناس ممكن تحاول تبدأ بيها زي مثلا اندر انجي المقدمة والكورس بتاعها سبشيالسية في ديب لرنك في هنا كورس فيه الان البي من ستانفورد وفيه كورس بالفيجن اخواننا بتوع الفيجن دولا موقفهم اصعب شوية الناس بتاعت الفيجن النهاردة محتاج تكون عارفة تودي فيجن زي يديك صورة ويتفهمها ومحتاج يعرف ثري دي فيجن زي اننا مثلا نكون في العربية معي ثلاث كاميرات ومحتاج اطلع معلومة معينة والناس بتاعت الفيجن عندها الحوار بتاع اديني صورة واطلع لك اشحالك او اجوب لك على اسئلتها فبنحتاج شوية بيزيكس في الان البي فاخواننا بتوع الكمبيتر فيجن الصراحة عندهم ايه مطحنة كذا خط بيتحرك فيه ده المشهد التعليمي يعني مرة تانية مفيش خريطة فضولة لدي ولا غيرها بتكفر افريس انجل جاب يعني ويمكن ده وان موتيفيشن ليه الكورس اللي انا بحاول ادرسه حاليا بحاول اكفر اربع اسبكس اللي قلت عليها من ضمنها ان احنا ندي data concepts كويسة modeling concepts كويسة شوية حاجات في ال end to end شوية حاجات في الايه في ال في ال deep learning ده المشهد العام يا رب تكونوا استوعبتوا الصورة بتاعته في انك انت تفهم وانا ما استنيني ايه قبل ما اوصل لكمية الصداع بخصوص الترين داتا التي لا تنتهي في السوق مية في المية يعني نرجع لموضوع الاساسيات نركز على الاساسيات ونبني فوق الاساسيات نعم لازم اي حد يخش من فوق قوي اول ما التريند يتغير هو يلاحظ ان الاساسيات اللي هو محتاجة بتاعت التغيير مش موجودة عنده تمام انا عندي سؤال اخير قبل ما افتح للباقي ستودنس اللي عنده اي سؤال على موضوع الانترفيوز يعني بشعر انا بموضع الذكاء الاصطناعي خصوصا والداتا رولز ما في يعني ما في اشي واضح بالنسبة للانترفيوز بروسس زي يعني بسوفتور انجينيرينج بيكون مثلا بروبليم سولفينج اصايمنت يعني بيبلش بيهيفيور الانترفيوز بعدها كودينج انترفيوز وبعدها اخر شي بيكون ممكن اصايمنت ممكن يكون بعديها البروسس العادية بس وفيه سيستم ديزاين كمان كان بالزمان انه السيستم ديزاين للسينيورز هلأ فيه سيستم ديزاين بايسيكس كمان الجونيور سوفتور انجينيرز يعني بيصير في عندهم سيستم ديزاين انترفيوز ففي الماشين ليرنينج او بالداتا انجينيرينج ايش اللي بيكون يعني مصلي موجود بالانترفيوز ولا هو حسب الكمبي او حسب البوستجن اللي اول حاجة اول حاجة هو فيه شركات كتيرة بتحب تختبر الطالب بتاع الماشين ليرنينج في الالجوروزمس فبنقول اني يعني تقيمة انا على طول حياتي مافيش شركة بخشها صغيرة وكبيرة ايه لو بيعمل الانترفيوز في البروبلم سالبينج حاجة زي اليد كود ميديو لابل عشان كده بنقول للطالب ان الليبل ده مش هينفع تعمل له سكيبيا مش هينفع تقول اني احنا مش بتوعه لجولوزمس لأ انت حقيقا كنت حتى هتتسائل فيها فدوت ده معنى لو الناس مثلا تعالي نتكلم على الشركات الكبيرة في جوجل مثلا وفيسبوك وغيرها الانترفيوز بتاعت الماشين ليرنينج هيبقى غالبا عنده على اقل ثلاث او اربع انترفيوز كلهم بروبلم سالبينج وبيكون عنده وار انترفيو عن الماشين ليرنينج بيزيكس ودي ممكن الشخص باي تسائل فيها في النيورال نتورك يتسائل فيها في مفاهيم الديب ليرنينج وما الى ذلك في شركات مثلا تلو هو جونيور لو هو سينيور ممكن يدينه كمان زي مثلا ديب ليرنينج سيستم ديزاين كوستشيان ولا حاجة بالنسبة لفي شركات تانية مثلا عملت فيها انترفيو اداني تسك في البيت قال لي اقعد مثلا يحل التسك دي بتبقى اوبتمايزيشن تسكي مثلا ولا حاجة فبتحصل اسئلة الكودينج برضو في اسئلة كودينج تخص الماشين ليرنينج يعني انا ممكن اعمل انترفيو للناس اقول له اكتب لي مثلا كيمينز اكتب لي مثلا سيمبل لينير ريجريشن اكتب لي سيمبل نيورال نتورك بي بايتورش فبرضو يعني موجودة فنقدر نقول له احنا في مرحلة الانترفيوز فيها عندها خريطة هو بس المشكلة ان الماشين ليرنينج مجال نظري فمليان كم ضخمة من المفاهيم فاصبح الطالب هو رايح محتاج يكون عنده هذا كم الضخم من الحضور المفاهيمي بينما مثلا السوفتور الانجينير العادي فافضل احوال بنقول له ام حلل السيستم ديزاين بتاع مثلا كم كلاس دولة ولا حاجة وبنسأله برضا سئلة مفهمية بس العالم المفاهيمي عندنا اكبر بكتير من عندهم تمام يعني فيه مش رود مابس نحكيه فيه ريسورسز على موضوع الانترفيوز لمواضع الماشين ليرنينج نعم نعم الناس ازا ما قلنا الشقة تاع البروبلم سورفينج ده شقة عام فيه شقة اخر لعلاقة انها جدا نظريا نفهم المجال فيه كتب بتحاول انها تزبط الناس في الانترفيوز بقت موجودة بس لما بتقريها بتحس ان هو واحد بيحاول يلخص الماشين ليرنينج فيه كتب برضو موجودة في السيستم ديزاين فيها على قل كتابين بس دي مرحلة للسينيورز شوية فازن المجال تطور شوية واصبح هناك يعني زي خارطة للنجاح في الانترفيوز يعني انا قلت انه اخر سؤال بس خطر في بالي كمان سؤال هلا على موضوع الهير ادوكيشن لانه يعني معظم الوظائف بيكون محطوط يعني كم كبير من الوظائف انا كنت اشوفها على المد انهم هون بيكونوا حاطين مثلا اتليست ماستر ديكري اه اوكي هما بيعملوا كده اظن في محاولة ان هو لو عارف يجيب كانددد وكمان معه مستر ديكري فبيكون اضافة كويسة خلينا نقول ان واحدة من مشاكل الماشين ليرنينج انجينيرز العاديين اغلب الناس مشاريعهم بتبقى ان الحاجة اسمها كاجل كاجل ده موقع المسابقات مشين ليرنينج فلما بتجي تبصي في السيفي بتلاحظي ان اغلب السيفيات شبع بعض هو عبارة عن 3 اربعة بروبلمز قاعد يعملهم تاميلر ديتا فبنبص في السيفيات وما بنحسش بفروق مهمة ما بين الناس فاحيانا الشركات بتفضل موضوع الماسترز من مكان كويس على حس ان الشخص غالبا هيكون عمل مشروع حقيقي هناك وغالبا هيكون عنده شوية خلفية اكاديمية وكمان ايه كوني عارف قرية البيبرز وما الى ذلك انا بقول ان لو الشخص عمل سيفي كويس بس ما كانتش كل المشاريع بالاستايل بتاع كاجل ده يعني مثلا عمل وان بيبر عمل مثلا بروجيكت بيمبليمنت فيه مشروع بيبر مهم فلما انا بص في السيفي ولا امبليمنتيشن عنيف بحيس ان ده شخص عمل مجود كويس اا وبيعرف فيه قرى بيبر مثلا ولا حاجة فانا بقول ان الطالب يعمل سيفي محترم وقوي ويقدم بيه في الشركة وغالبا لو هو عمل حاجة كويسة الدنيا يتمشي التحدي الشخص ما عندهوش ماجستير ومشاريعه مجرد حاجة فيري سيميلر لكل الناس بتاعبته تعمله هو انه اصلا كيف سيتم اختياره كسيفي مختلف هو ده التحدي الكبير فالشركات بحسها بتحاول تفلتر شوية بالماجستير بحيث ان الشخص على الاقل اكاديميا متأكدين اكتر من شوية خبط في بيبرز اكتر عمل مشروع افضل وما الى ذلك عايز تتجنب لنصلك ده هتحتاج تفكر ازاي تعمل ريزمي يكون مختلف في تركيبته ومشاريعه فوقع هاي من يعني معلومة مهمة جدا للطلاب لانه معظم الطلاب يعني بفكروا انهم خلاص يروحوا دايتلي الى الماستر مع انه بكون تفكيرهم اندستري نعم انا بقول للطالب اعكس خطتك الاولانية ان انا عايز اخش السوق لو لا قدر الله فشلت فعلا في السوق بروح اعمل الماسترس لكن انا هدف الاولان ان اخش السوق لان اخلت السوق هاخد خبرة هاخد فلوس الناس بتتخرج بعد المجلسر بسنتين بلاحظ ان هو لسه وكأنه بيبدأ الترك من اوله وبنفس المرتب تقريبا فمش ورث يعني لو عرفت اسكيبيت الا اذا كان اهدافه اكاديمية نعم لو هو فعلا عنده شرف حقيقي بالدكتوران فده ما صار مختلف وبرضو عايزين نقول هنا ان وظائف العمل البحثية في الجامعات وفيش شركات قليلة جدا وده بيعمل لنا عجز كبير جدا ان اعداد الناس كتيرة والفرص قليلة يعني انا من ضمن التحديات بتاعتي انا اتخرجت اشتغلت في هواوي اربع سنين ابدايت ساينتست لما جيت امشي من هواوي الفرص البحثية مش كتير فاصبحت انا في صراع طب انا كده فرص صغيرة فبدأت انا وسع نفسي اقول خلاص انا ام جوين باكتو اكسباند من مجرد ريسيرش اوبرتينيتيز دي ريسيرش انجينيريج اوبرتينيز وحاليا انا فعلا انجينير في انفيديا لو انا كنت دايقتي فورصي ما كنتش يكون في انفيديا دلوقتي فبنقولي شخص انا راحش يعمل دكتوراه اللي فعلا هو عنده شغف كبير 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 مش مجرد حد بفاضي او حد بيجرب حظه وما الى ذلك يعني مش مجرد انه انا صحلي منحة وخلاص لا لا لازم يكون عندي هدف كبير وحلم كبير ورغبة شديدة وما الى ذلك تمام اه طبعا انا راح افتح هلا المجال للطلاب ان شاء الله ما راح ناخد كتير من وقتك هلا انا بصراحة بتابعك عن طريق التليجرام فانا راح اشير التليجرام على المسيجز طبعا يعني الدكتور مصطفى موجود على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى كل المنصات بس انا يعني اغلب متابعاتي للتحديثات الجديدة بيكون على التليجرام انا احط لهم برضو هنا لك للسلايدز اللي انا يعني ايه لسه كنت مشاركة منها حاجات بعيس انها تنفعهم لو هم حبوا يبص على ريفرنس هنا ولا هنا يعني طيب تعالوا نبدأ فقرة الاسئلة لو في اسئلة نسمعها ان شاء الله ونجاوب عليها لو في حدا عنده سؤال انا هلأ اشوف عبدالحمن تفضل عفوا انا من الداخل من البداية بس عندي سؤال بسيط انه الانل بي الانل بي انك بتكتعمل برنامج ذكاء صناعي يفهم اللغة الطبيعية لازم يكون اول اشي نيرون نتورك بعدها ما تطبق عليه انل بي مثلا كيف يكون مبدأوا نعم لازم تمر بكل رحلة لو تعمل شواء صغيرين لازم تتعلم الانيا ريجريشن ثم نيرون نتورك ثم ديب لرنينج ثم ترانسفورمرز ثم تتحط في قداء الانل بي زمان طبعا ما كناش بنعمل ده كله بس ما كانش البرفورمانس كويس لما حصل الحلم بتاع الديب لرنينج اغلب التكنيكس القديمة ما بقيتش اكتف والترانسفورمرز دلوقتي يعني بقى الستاندرد تكنيك دلوقتي ونفس الاشي لالكمبيوتر فيجين انه يتربع صور او يعمل صور نفس الاشي لازم وده يوضح لك قد ايه هناك مساحة مشتركة كبيرة ما بين الكمبيوتر فيجين والانل بي يعني اغلب المساحة التأسيسية مشتركة ثم بس البروبلمز هي للتختلف تمام تمام اي حد عنده ايا سئلة تانية يعني اعظم السيدة زينة يعني ما شاء الله قطت كم واسع من الاسئلة يعني ما شاء الله محاورة شطرة طيب يعني عشان الكل يستفيد نقدر نسمعلك يعني يعني سيشان طيبة وسيشان جميلة الحمد لله رب العالمين يا ربي يعني الناس تكون استفادت منها والناس تقدر في اي وقت مشروح فيها الناس ممكن ازاي تتواصل معي ازاي ممكن تضيفني على الانك دين يبعث لي اسئلة ارانيماس القناة في تيليجرام الناس تقدر تبع ازايلا في اي وقت يعني في الفريل نكتشير الحاجات دي مع اي حد وانا دايما موجود ان شاء الله ان شاء الله بس قبل ما نختم اذا حدا عنده سؤال قبل ما نخلص الميتينج تبع اليوم انا عندي سؤال افضل انا بصراحة انا ومجموعة من الطلاب عم نعمل مشروع وهذا المشروع هو عبارة عن بوت بس اسأل سؤالي عبدالله مجموعة من الطلاب هذا البوت بعمل ربط بين الطلاب وبين الانترنشيبس بناء على الانترست وبناء على الانترست وبناء كمان على توجهات الماركت يعني احنا عنا هون مثل بفلسطين في software engineering AI quality assurance UI وهي الامور فاحنا البوت تبعنا بسأل الطالب مجموعة اسئلة وبعد هاي مجموعة الاسئلة بعمل ارسال ارسال لمجموعة انترنشيبس اللي هي ماتش مع الاسئلة مع الاجربة تبعته فسؤالي هو انه لو احنا وصلنا لنحكي version alpha version من هذا البوت وبدنا احنا نبلش ننشره بين الطلاب يعني 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 لوين انا بقدر اوصل بالتستينج لحتى بعديها اعمل الانتو انت نحن لدينا نحن لدينا الانتو انت نحن لدينا نورج الناس وناخد فتباك حسنا امتنا نبدأ نعمل انتو انت مثلا اظن يعني انتي محتاجة تقعد يتوسعي في مساحك سيبرمنتل مع الناس وتقالي تلمي بفيدباك لحد ما تتأكدي ان ان لان احنا كتير بنعمل حاجات دي ويبنشل ما بتبقاش شغالة بالقدر الكافي فبيبقى اشبه بان احنا ممكن نبني بروتكت كامل ولا ان الناس مش مهتمة به بالقدر الكافي فانا اظن انك انتي ممكن تتوسعي وممكن تبعتهولي اقولك طب اهلنا ان الطلب عندي يخش مثلا ان يجرب حاجة لحد ما تصلوا لمرحلة الاطمئنان ان انا معايا حاجة شكلها شغالة بحد ادنى تجذب الناس وتشتغل عليهم الناس في الناس في الماشيال لارننج كانوا بينبهوا ان انتقال الحاجة من البروف كونسبت محتاج انتقال الحاجة وطبعا ده احيانا بيكون يعني فاللي بنقوله هنا الناس لازم تفكر في اللي احنا بقى عليه الانف بي اللي هو المنمال برودكت بتبدأ تقولي ايه اقل حاجات انا عايز اجرب ان انا اطلع بها لايف برودكت وعشان اتست مور ان مور ان فعلا دي حاجة شغالة كويس فده يبقى تاني تحدي ان انا انا عايز انزل اندو اند بس انا عايز ابسط وارخص حاجة تكون ما زالت معقولة اعرف انزل بها علشان ما حصلش تستنزاف للموارد وللفلوس وللوقت ده حاجة احنا مش متأكدين من مدى اه جودتها موجود بقى ناس شطرة عندكم هو اللي هيساعد في الفريق ان هو يتأكد ان البتاع ده بيتقفل انت تواند ده غريبا على اللي محتاج واحد سينيور يعني يتأكد ان هو انا معرفش التفاصيل الفنية هنا بتبقى عاملة زي كتحديات بس محتاجين حد مسلا يقول البتاع ده هيسكيل بصورة كويسة هيبقى بطيق ولا سريع الجودة واسطة فان وما الى ذلك تحدي حلو بيجيب خبرة بس طبعا يعني ايه زي كل حاجة لها صعوباتها يعني ان شاء الله انا احاول اشارك معك دكتور عشان ناخد منك فيدباك وشفي النصائح يعني بالأمور التيم موجود معاي بالكل اسمعوا طبعا طبعا يعني لما انا نزلت انفيديا انفيديا تعتبر من اهم المراحل اللي انا شفت فيها ازاي البروفي في كونسبت بيحتاج مجهود كبير عشان نشتغل بيه يعني انا في انفيديا اقول لكم انا بعمل ايه واحدة من الميجر تاسكيس بتاعتي احنا بعمل ايه اي فيتشارز لجوه العربية يعني فيه كاميرا ليك اصادك والكاميرا دي بتتأكد ان كنتي حتى ايدك على عجلة القيادة بص قدامك صح لو في ابن في الكورسي تكوني عارفة ان هو موجود فانا بتاسكي بتاعتي اسمها هانزون ذويلي لوهه كلاسفاير بيقول ايدك على عجلة القيادة او بس على عجلة القيادة للوحدة تبدو انها مجرد بايناري كلاسفاير نعم او لا لحد كده من ناحية الموديلنج نفسه نعم كمية الافورت اللي بتتهمل من اول الكاستومار لحد بروديوسينج الموديل لحد بروديوسينج الموديل ايز االات افورت فبدا قد نشكل انتو اند انجينيرينج يعني مشوار كبير تمام بكتول شكرا تمام انا هيك خلصت عبدالرحمن عندك سؤال اه انا بدي اسأل عن الوفرفتنج للموديل اذا في مجال ده سؤال تكنيكا لوي ايه اللي عايز تقوله طيب هسه لما نكون الموديل اوفرفت مئة بالمئة مثلا او نسبة قريبة على المئة بالمئة احنا بنعتبره اوفرفت طب احنا ما بنقدر نعتبره انه بيرفكت موديل انه هو صحيح انه بعض الحالات او اغلب الحالات تكون انه اه متعلم على الدياتا الحاليا موجودة معانا وصعب ان نضيف عليه وضاعة جديدة بس هل ممكن انه يكون اوفرفت يكون موديل حتى لو كانت داتا جديدة يجيبها اشي قريب على المئة بالمئة؟ هو عشان نكون عمليين ونخرج من النوع ده من الازمات الناس ده ما بتقولك هالتيست سيت ممثلة ومعبرة قادر الامكان على اللي انت بتستهدفه يعني اندرب بقى بالطريقة اللي انت عايزها لو انت في الاخر جيت تطبقه على التست سيت وليته مش شغال فخلص يعني هو كونه هاندر برسنت تاعت تريننج بس ساعة التستنج على ديتا سيت حقيقية قوية ومعبرة مش شغال كويس فهو موديل مش مهم مش مفيد لو انت نقيته شغال كويس جدا على التست سيت تظن ان التست سيت غير معبرة عن الظاهرة اللي انت عايزها يعني هنا هتبقى مشكلة الديتا بتاعتك نفسها مش كافية اصلا اوكي اسمو ديك حسنو اى سالة ثانية قبل بanna اودع بعض اااه اهحا اى اااخ اتوقع هيك اا�� ا خلاص اسشان شكوان كتير جايلك الدكتور مصطفى فشوكرا لكم انتو فين في فلسطين في تطاق في تطاق المن bottle لا الضفة دي انا ما عمش عنها حاجة ايه المدينة مثلا اللي بتو مويد جواها نابلس نابلس طيب جميل باعرف بس ما اعرف زي اتوقع الموظم هون نابلس يعني والمدن اللي حواليها جميل ربنا عينكم وفرج عنكم يا رب امين ان شاء الله الفرج للجميع ان شاء الله كان لك مصطفى كان سيشن عن جد رائع وبتمنى انه الطلاب استفادوا وان شاء الله لنا لقاءات ونقاشات اخرى ان شاء الله وشاكل جدا لحضرتك اني جنتي خدت المبادرة وشاكل لإدارة الحوار جزاكم الله خيرا جعلوا فمزار حسناتك يا رب وشاكل للشبال يا رب يكون انتفعوا بحاجة واكيد ان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله شكرا يعطيكم العافية عليكم ورحمة الله وبركاته